موسيقى اليوم مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ الفين وخمسين الداخلية تعلن احبط هجوم ارهابي على كمين بشمال سيناء عقب مباحثات مع جانبين الفلندي والسويدي بايدن يدعم توسع النيتو شرقا ويؤكد الدفاع عن كامل اراضيه السدي سمى سائم في القاهرة الربيع بتوقيت جرينيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى 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 تشهد مصر اليوم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ الفين وخمسين جاء الاعلان عن ذلك غدا تترقص رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاجتماع السابع للجنة العلية المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 وفي هذا الاطار وجه مدبولي بسرعة تدشين الموقع الالكتروني الخاص بالدورة 27 للمؤتمر كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لصياغة خطة التحرك المستقبلية مع مؤسسات وجهات التمويل الدولية في اطار جهود جد بالتمويل المطلوب للمشروعات المصرية صديقة البيئة والتي من شأنها ان تسهم في تعزيز التحول الى الاقتصاد الاخضر التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزيرة التعاون الدولي رانيا المشروعات لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزراء وخلال اللقاء استعراض ترانيا المشروعات نتائج الزيارات الاخيرة الى لندن والتي شاركت خلالها في جلسة افتتاح اعمال البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة مشيرة الى ان كلمتها خلال الجلسة ركزت على اهمية دفع التعاون المشترك نحو تحويل التعهدات المناخية التي قطعها العالم الى اجراءات واقعية وتدابير حقيقية واضفت ان وزارة التعاون الدولي تولي اهمية لتوفير التمويلات التنموية لمشروعات التكايف والتخفيف من تدعيات التغيرات المناخية حيث تضم المحفظة الجارية 85 مشروعا في مجال التكايف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تدعيتها بقيمة 11.9 مليار دولار نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول من انباء تزعم بتأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الاقماح نتيجة لعدم استقرار سوق الغداء العالمية وفي بيان للمركز الاعلامي اوضح انه قام بتواصل مع وزارة التموين والتي شددت على توافر مخزون استراتيجي من القمح لعدة اشهر مقبلة مشيرة الى انه تم بدء موسم توريد القمح المحلية والذي سيسهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حتى ديسمبر من العام الجاري واكدت الوزارة انه يتوافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة تزيد على خمسة اشهر وتوافر انواع الزيوت لمدة ستة اشهر والارز لمدة تكفي تمانية اشهر شاهد رئيس اركاني حرب قوات المسلحة الفريق اسامة عسكر اجراءات رفع كفاءة القتالية لاحدى وحدات قوات الصاعقة وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام شاهد الفريق اسامة عسكر رئيس اركاني حرب القوات المسلحة اجراءات رفع الكفاءة القتالية لاحدى وحدات قوات الصاعقة وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام بدأت الاجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والادارية للوحدة المصطفى بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدراتها القتالية لتنفيذ المهام المكلفة بها كما القى الواء اركان حرب احمد رشاد دنيا قائد قوات الصاعقة كلمة اكد خلالها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الاعمال والانشطة التي تنفذها قوات الصاعقة مؤكدا ان رجال قوات الصاعقة دائما في اعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للتضحية بالغال والنفيس لحماية الوطن وصون مقدساته اعقبها تنفيذ عدد من البيانات العملية التي اظهرت مدى ما يتمتع به رجال الصاعقة من قدرات قتالية ومهارات ميدانية ذات طابع احترافي خلال تنفيذ المهام كما شاهد الفريق اسامة عسكر معرضا للأسلحة والمعدات الفنية عكس حجم التطوير والتحديث بمختلف الاسلحة لقوات الصاعقة عقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتلية للأسلحة والمعدات مشيدا بما لمسه من استعداد قتالي عال وروح معنوية مرتفعة للقوات كما طلبهم باليقظة والحفاظ على اعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين لما تتطلبه طبيعة العمل الخاصة لرجال الصاعقة حضر تفتيش الحرب عدد من قادة القوات المسلحة استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة المحاولات اليائسة للعناصر الإرهابية التي تسعى لاستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة تمكنت احد الارتكازات الامنية بمنطقة التلول بشمال سيناع من احباط محاولة احد العناصر الإرهابية القيامة بعمل انتحاري ضد افراد الكمينة وتبادلت معه اطلاق النيران مما ادى الى مقتل العنصر الإرهابية والعثور بحوزته على حزام الناسف وقنبلتين يدويتين وسلاح آلي واربع خزاء خاص به ومائتين واثنتين عشر تطلق من دات العيارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي وتمكنت من ضبط عدد من قضايا في هذا الإطار في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين وغسل الأموال وتزوير المحررات الرسمية والاستلاء على المال العام فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أربعة أشخاص بالغربية والاسماعيلية والبحر الأحمر لقيامهم بالاستلاء على قرابة تسعة ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة مقابل أرباح شهرية متفق عليها إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون مدرية أمن القليوبية وفي الإطار ذاته نجحت في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستلاء على 22 مليون جنيه من مواطنين بزعم استثمارها لهم في إقامة مشروعات تجارية على قطعة أرض أوهمهم بأنها ملكه بموجب عقود تمليك مزورة مدرية أمن الدقاهلية نجحت في ضبط أحد الأشخاص أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ودع من خلالها الأشخاص للتبرع لبعض الحالات الإنسانية التي يقوم بنشر فيديوهات لها على هذا الموقع وتلقى عقب ذلك تحويلات مالية بالعملة الأجنبية على حسابه بأحد البنوك ويقوم عقب ذلك باستبداليها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء والاستلاء على تلك المبالغ لنفسه وبلغ حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي مليونين ونصف المليون جنيها وعلى صعيد ضبط جرائم الاستلاء على المال العام نجحت مدرية أمن سوهاج في ضبط سائق بإحدى شركات نقل البضائع استغل طبيعة عمله واستولى على ستين طن سكر خاصة بإحدى شركات تجارة الجملة وتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء واستولى على قيمتها وهو ما يعد إدرارا بالمال العام وعلى صعيد ضبط جرائم تزوير المحررات الرسمية تمكنت مدرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية وبحوزة المستندات المزورة والمواد والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالضقهلية لقيامه بالإتجار والترويج لأدوية مهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمروقية والضرائب المستحق عليها من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنشأها لهذا الغرض وعسر بمسكنها على كمية من الأدوية المستوردة والمهربة قدر قيمة الرسوم الجمروقية المستحق عليها بمليون ونصف المليون جنيه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سلاسة تشكيلات عصابية بالمينيا وبورسعيد لقيام عناصرها بغسل تسعة وثلاثين مليون جنيه حصيلت نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي وعقارات وسيارات في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة أولا المشاهدين ننقل لكم جانبا من فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 أساسها على تنفيذ الدول المتقدمة لإلتزامتها لأننا لم نكن السبب في هذه الانبعاثات مع وجود الموازنات اللي لدينا في الحكومة المصرية مع وجود مشاركة حقيقية للقطاع الخاص كل ده بنسميه البنية التحتية للتمويل طب لو تغير المناخ كل سنة بيطلع لنا تقرير بيقول لنا جملة مختلفة مرة يقول لنا اثنين درجة حرارة مئوية هتبقى كويسة نشتغل عليها بعديها بسنة يقول لا ما نعديش على درجة حرارة ونص يبقى بالتالي لازم يكون العلم قلب هذه الاستراتيجية وهو تطوير الفكرة بتاعة المعرفة والعلم الهدف الأول هو قطاعات اللي مهمة جدا ويمكن اللي اتشرحت في الفيديو حاولنا نبصتها هو قطاع زي قطاع الطاقة قطاع الطاقة فيه تغير المناخ بيشمل الكهرباء بيشمل البترول وبيشمل النقل فكات الأهداف الفرعية ان احنا ازاي نزود الطاقة الجديدة والمتجددة عندنا ونسبتها تزيد ازاي نخفض الانبعاثات اللي طالع من وقود الاحفوري زي مبادرة سيادة الرئيس اللي هو استبدال السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي او فكرة مدينة شرم الشيخ ان هي يبقى فيه نقل كهربائي كامل فيها تعظيم كفاءة الطاقة بدل ما استخدم لمبات عادية في البيت عندي استخدم لمبات موفرة للطاقة تبني انتاج الاستهلاك والانتاج المستدام وهو زي اعادة تدوير المخلفات لما اجي اتكلم على طب انا المشكلة هواجهها وهتجيلي يبقى ازاي اكون قادر على الصمود ازاي اقف قدامها وابقى اقدر ان انا اتصدى ليها ودي فكرة التكيف ان احنا النهاردة التكيف مرتبط بان ان احنا لما بترتفع درجة الحرارة بتزيد عملية الاحمال بتاعة الفيروسات والبكتيريا فبالتالي لازم يكون في مصار في هذه الدولة بيعمل الدراسات للتأثير ده على الصحة بتاعة المواطنين بيأثر على مكون مهم جدا في تغير المناخ هو فكرة الشعاب المرجانية والنظم البيئية اللي حياتنا مبنية عليها فكرة كمان ان انا بصحة الصبح الاقي ان ممكن مكان بالكامل تأثر بسيول زي اللي حصل في اسوان او اسكندرية فده محتاج انه يكون فيه اجراءات من نظام انظار مبكر اقدر ان انا اتنبأ به باللي بيحصل وابتدي ااخد الاجراءات بتاعتي يمكن كمان الجزء اللي مهمه وحطينا اهتمام به في هذه الاستراتيجية واللي حقيقة اثنى عليها السكرتارية بتاعة الاتفاقية هو تعزيز الاعتبارات الخاصة باستجابة المرأة للتصدي لاغثار تغير المناخ وتمكن المرأة انها تبقى لها فرصة متساوية في الحصول على التمويل لمشروعات تقدر فيها ان هي تتصدى لاغثار تغير المناخ الهدف الثالث حددنا الادوار والمسئوليات بتاعة كل جهة وازاي ان هما يقدروا ان هما يشتغلوا فيه قليات تنصيق اصلاح السياسات تحسين الشكل العام للترتيب المناخي لمصر ويمكن احب اقول هنا ان في المبين 2019 ل2021 مصر سعدت اربع درجات الحقيقة على مستوى 24 دولة على مستوى العالم في الاصلاحات الخاصة بسياسات تغير المناخ وده الحقيقة بيرجع الى اهتمام واسرار القيادة السياسية ان ملف البيئة وتغير مناخ يبقى على قائمة اجندة الحكومة ووجود دولة رئيس الوزراء كرئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية الهدف الرابع تحسين البنية التحتية للتمويل بنتكلم هنا على قليات تمويل من بنوك بتقدر تدي كروت دلوقتي حالية للمشروعات زي مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة او كفاءة الطاقة زي مشروعات تركيب الالواح الشمسية اللي بتتعامل دلوقتي في الفنادق في شرم الشيخ بنتكلم على افكار مبتقرة بدل ما عمل السندات الخضراء على موضوع زي الطاقة الجديدة والمتجددة معالي وزير المالية عمل السندات الخضراء تاني حزمة من المشروعات كانت بتركز على التكيف وهو اولوية للحكومة المصرية زي مشروعات اعادة تدوير المياه مشاركة القطاع الخاص مجلس الوزراء بقيادة دكتور مصطفى مدبولي اعتمد اول حزمة من الحوافز الاقتصادية الخضراء مع هيئة الاستثمار ومع معالي وزيرة التخطيط ومعانا في اول مشروعات سيتم وضع التفعيل اللايحة التنفيذية للاستثمار عليها وتضم النقل تضم الطاقة والهايدروجين المخلفات وبدائل البلاستيك الاربع مجالات دول مرتبطين ارتباط وصيق بقضية تغير المناخ وبالتالي بنطلق العنان لقطاع الخاص ان احنا بنقوله احنا لما هنشتغل فيه تغير المناخ هناك مجال وهناك حوافز الدولة بتحطها في هذا الشعر الهدف الخامس وجود البحث العلمي ونشر المعرفة والوعي وهنا يمكن الاكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي بدأت بدورات مع بداية استضافة مصر الكوب 27 بتتعامل انلاين من خلال المركز القومي للبحوث ان هي بتدي دورات للتعريف بموضوع تغير المناخ وتخصصات مختلفة يقدروا ياخدوا ماجستير فيها والوعي هو اطلاق الحوار الوطني الاول لتغير المناخ من شهرين في شرم الشيخ واللي بيهدف واللي كان معانا في الكنيسة وكان معانا الازهر الشريف ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجلس القومي للمرأة والحكومة والمجتمع المحلي عشان نواعي بقضية تغير المناخ وناخد الأفكار على المستوى المحلي ربطنا الاستراتيجية دي باستراتيجية التنمية المستدامة فهنلاقي ان كل هدف احنا حطناه حاولنا نربطه باستراتيجية التنمية المستدامة عشان يبقى فيه اتصاب بين الاستراتيجيات على ثبيل المثال لما بنتكلم على ان احنا هدفنا في استراتيجية الوطنية تحقيق نمو إذن مشاهدين نقلنا لكم جانبا من فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 حيث قامت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد باستعراض الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وأبرز أهدافها تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وقد تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 361 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 81 طن مواد جذائية وغير جذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تمضبط أكثر من 42 طن مواد جذائية وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط ما يقرب من 9 أطنان سلع غذائية وغير جذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط أكثر من 20 طن وفي مجال قضايا المخابس تمضبط 425 قضية من بينها 105 قضايا خبز ناقص الوزن ومئة وثمان وعشرون قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تمضبط ثمان قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 79 طن أقمح محلية أكد وزير الخارجية سمح شكري على عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر ودول تجمع البريكس وخلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لمجموعة وزراء خارجية بريكس بلاس سأعرب شكري عن ترحيب مصر بعقد الاجتماع في ظل التوقيت الحارج الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة نتيجة لاستمرار تداعيات جائحة كورونا مضافا إليها أزمة التاقة والغداء العالميتين الآخدتين في التشكل في ظل أوضاع عالمية غير مستقرة كما صلت الوزير شكري ضوء على استضافة رئاسة مصر في نوفمبر من العام الجاري للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناقب 27 طلق وزير الخارجية سمح شكري اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الإسطنية إيفا ماريا ليميتس حيث تم تناول سبل دفع ملفات التعاون الثنائي بين البلدين وعدد من قضايا الدولية والإقليمية وخلال الاتصال أعرب الوزيران عن تطلعهما لاستمرار تطوير العلاقات على المستويات كافة لا سيما فيما يتعلق بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة على ضوء الخبرة الأسطنية المتميزة في هذا المجال وتناول الاتصال أيضا بحت عدد من الملفات الدولية والإقليمية لا سيما فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وتداعيتها وتطرق الجانبان إلى أهمية مواصلة تشاور بين البلدين حول القضايا محل الاهدمام المشترك وكذلك في إطار استضافة مصر ورئاستها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أثراف التفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناه كوب 27 أكد وزير الخارجية سمح شكري ضرورة مواصلة المساعي وبدل كل السبول بهدف التواصل إلى التهديئة وتحقيق حل سلمي للأزمة الأوكرانية وكذلك أهمية العمل نحو حقن الدماء مشيرا إلى اهتمام مصر ببدل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك كذلك خلال اتصال هتفي طلقاء شكري من نظيره الأوكراني ديمترو كوليبة تنول العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك مستجدات الأزمة الأوكرانية وقالت الخارجية إن الوزير الأوكراني أطلع شكري على آخر المجريات على الصعيدين الميداني والإنساني في أوكرانيا جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيده على دعم واشنطن لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطية مؤكدا أن انضمامهما لا يمثل تهديدا لأي دولة وخلال استقباله الرئيس الفنلندي ورئيسة الوزراء السويدية في البيت الأبيض أوضح بايدن أن هيلسينكي وستوكولم تلبيان كل متطلبات عضوية النيتو مشيرا إلى أن انضمامهما سيجعل الحلف أكثر قوة السويد وفنلندا هما دولتان ديمقراطيتان عريقتان لهم جيشان قويان وكذلك يتمتعان باقتصادين شفافين وأيضا يعرفان بحس منطقهما ما هو الصواب وما هو الخطأ هما يلبيان كل معايير عضوية الناتو حل شمال الأطلسي وبالتالي فإن هذا الكيان الدفاعي سيواسع تنسيقه مع كل الأعضاء القدامة والجدد هذا وأكدت رئيسة وزراء السويد مكدالين أندرسون أن انضمام بلادها مع فنلندا إلى حلف الشمال الأطلنطي يعزز من قوة الحلف وخلال كلمتها بالبيت الأبيض أشارت أندرسون إلى قوة علاقتها وعلاقة بلادها مع الولايات المتحدة الأمريكية لافتة إلى تعاون البلدين في تقديم دعم غير مسبوك لأوكرانيا دفع المستشار الألماني أولاف تشولتس عن قرار بلاده إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لمواجهة القوات الروسية وفي كلمة أمام أعضاء الباندستاغ أوضحت تشولتس أن الموقف الألماني لا يشكل تصعيدا ولا يؤدي إلى توسيع نتاق الأزمة الأوكرانية بالنسبة للبعض لا يعد دعمنا كافيا وبالنسبة لآخرين فإن هذا الدعم يذهب بعيدا للغاية جميع المواطنين الألمان متحدون من خلال اهتمامهم بالسلام في أوكرانيا لكنني أريد أن أوضح شيئا واحدا وهو أن مساعدة دولة تتعرض لهجوم للدفاع عن نفسها ليس تصعيدا كما أؤكد أنه فقط عندما يفهم الرئيس الروسي عدم استطاعته هزيمة أوكرانيا فإنه سيكون مستعدا للتفاوض حول السلام بشكل جاد بالتزامن تعهد وزراء مالية مجموعة السبع بمواصلة دعم أوكرانيا خلال العملية العسكرية الروسية عليها وما بعدها معلنين تخصيص أكثر من 18 مليار دولار لدعم الموازنة الأوكرانية يأتي ذلك فيما تعهد وزير الصحة الألمانية كارل لوترباخ بمساعدة أوكرانيا فيما يتعلق بقطاعها الصحي والذي تعرض لضغوط بالغة بسبب العملية العسكرية الروسية نحو سلاسة أشهر مرت على الأزمة الروسية الأوكرانية تلك الأزمة التي تركت ندوبا في وجه العالم بأسره وهو ما كان كفيلا بالمجتمع الدولي للجلوس والتفكير جديا في مديد العون إلى كييف التي تؤكد دوما ما سببته تلك العملية في بنيتها التحتية واقتصادها فعلى مدار اليومين يكتامع وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية من دول مجموعة السبعة لينصب تركيزهم على كيفية مساعدة أوكرانيا على دفع فواتيرها وإعادة الإعمار بعد الحرب أوكرانيا تقدر احتياجاتها المالية بنحو خمسة مليارات دولار شهريا لدفع رواتب موظف الدولة وحتى تواصل الحكومة العمل على الرغم من استمرار العملية العسكرية الروسية ومن شأن حزمة تمويل قصير الأجل التي تنتظر موافقة مجموعة السبعة أن تغطي احتياجات أوكرانيا لسلاسة أشهر وبالنسبة للقوى الغربية فقد غيرت الأزمة الأوكرانية قواعد اللعبة إذ تقبرهم على إعادة النظر في العلاقات القائمة منذ عقود مع روسيا ليس فقط في المجال الأمني ولكن في مجالات الطاقة والغذاء وتحالفات التوريدات العالمية من الرقائق الإلكترونية إلى المعادن الأرضية النادرة وإذا كانت أوكرانيا هي القضية الأولى التي تشغل اجتماع الدول السابعة إلا أنها تأتي ضمن قضايا أخرى منها التضخم العالمي والتغير المناخي وسلاسل التوريد وأزمة الغذاء الوشيكة فضلاً عن الدين والنظام الضريبي العالمي والصحة العامة نفت الخارجية الروسية إطلاقها أي تهديدين باستخدام الأسلحة النووية وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن الولايات المتحدة تتهم بلادها باحتمال استخدامها للأسلحة النووية في أوكرانيا من أجل تخويف سكانها وأكدت زخاروفا أن موسكو لم تهدد أبداً بأي أسلحة نووية ولكنها تحذر جميع من مثل هذه القطوات التي وصفتها بغير المسؤولة مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تحاول بشكل منهجي نشر أنباء كاذبة بأن وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف يهدد باستخدام أسلحة الضمار الشامل في المقابل من تلك التحركات أعلنت روسيا أنها قررت ترحيل خمسة من أفراد البعثة الدبلوماسية البرتغالية لديها إلى ذلك استدعت موسكو سفير البرتغال لإبلاغه بقرارها مرجعة قرارها إلى طرد لشبونة لعشرة دبلوماسيين روسة تطورات تأتي غداً إعلان موسكو طرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والإسبان رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها هذه الدول بحق روسيا كما أعلن كريملين أنه سيكون لسكان المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية في أوكرانيا رأيه في تحديد مستقبلهم وأوضح المتحدث باسم رئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن من يعيشون في مثل هذه المناطق هم من سيحددون كيف ومع ومن يريدون أن يعيشوا بحسب تعبيره لافتاً إلى حاجة السلطات الروسية للتركيز على توفير الخدمات الأساسية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرتها وعلى الأرض أعلنت وزارة الدفاع الروسية استسلام 1732 جندياً أوكرانياً منذ الاثنين الماضي في مصنع آذوفستال للصلب المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية ويأتي هذا فيما فادت وكالة الأنباء الروسية تاس أن أكثر من نصف المقاتلين الأوكرانيين الذين كانوا داخل مصنع آذوفستال غادروا الآن ومن ناحية الأخرى أعلنت موسكو أن نحو 700 آخرين من جنود الأوكرانيين استسلموا في ماريوبول التي سيطرت عليها قوات الروسية موسيقى 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 قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريش أن الحرب في أوكرانيا فاقمت أزمة الغذاء في العالم وزادت قطر المجاعة موضحاً أن تغير المناخي ووباء كورونا والحروب فاقمت أزمة الغذاء وخلال جلسة لمجلس الأمن لبحثه تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي أكد جوتيريش أن 60% من سكان العالم الذين يعانون من نقص الغذاء يعيشون في مناطق النزاعات عندما تشن الحروب تجوع الشعوب حوالي 60% من السكان الذين يعانون سوء التغذية يعيشون في المناطق المتأثرة بنزاع وما من بلد بمناء عن ذلك في أبريل نيسان وزع برنامج الأغذية العالمي وشركائه المساعدات الغذائية والنقضية إلى أكثر من 3 مليون أوكراني وقبل أذار مارس كان هذا البلد يطعم العالم بغزارة بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع رئيس الأوكراني فوليدمير زيلنسكي مقترحات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا وصول إخراغ صادرات الحبوب من البلاد وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن الزعيمين ناقشا تقدم في المفاوضات واتفقا على تكتيف العمل مع الحلفاء بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وذلك لتحديد الهيكل الأمني طويل الأمد لأوكرانيا كما ناقشا الخيارات لفتح طرق الإمداد البحرية والبرية الحيوية لمغزونات الحبوب الأوكرانية رهنت الخارجية الروسية فتح موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود بالنظر في رفع العقوبات المفروضة على روسيا وتصدر أوكرانيا أحد أكبر منتج الحبوب في العالم معظم بضائعها عبر موانئها البحرية لكن منذ العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا اضطرت كيف إلى التصدير عن طريق القطرات أو عبر موانئها الصغيرة المطلة على نهر الدنيو أعلنت روسيا عزمها تصدير النفط الذي رفضته الدول الأوروبية إلى أسيا ومناطق أخرى وقال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكزاندر نوفاك إن موسكو ستحافظ على أسواق التصدير مشيرا إلى أن صدرات النفط الروسية تتعافى تدريجيا وأن قطاع الطاقة في البلاد ليس في أزمة أكد البنك الدولي أن تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار السلع مستمر خلال عام 2022 مشيرا إلى التوقع باتفاع أسعار الطاقة بنحو 50% خلال العام الجاري وجاء ذلك في التقرير الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ قرار بمجلس الوزراء ولفت التقرير إلى توقع البنك أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا بنحو 40% وأن يصل متوسط سعر البرميل إلى 100 دولار بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفحم بنسبة 80% وأن ترتفع الأسعار الأولية غير الطاقة بنحو 40% وأسعار قمح بنحو 40% نشرة السادسة مازالت مستمرة وتتابعونا فيها بسبب الأزمات والكوارث نزوح أكثر من 59 مليونا على مستوى العالم في عام 2021 وفقت الاردارة الملكية الأردنية على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقاماته وتحركاته والتي رفعها المجلس للملك عبدالله الثاني منذ 23 من ديسمبر الماضي وفي بيان أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أنه لا وقت لنضيعه في التعامل مع تقلبات الأمير حمزة وغاياته مشيرا إلى أن تصارفات حمزة خرق واضح لمكانته كأميرة وتجاوز للأعراف والتقاليد التي يحترمها كل أفراد الأسرة المالكة أعلنت قيادة عمليات محافظة صلاح الدين العراقي انطلاق عملية أمنية واسعة في جبال محكول بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي ويتهاد في الوقت الذي تشدد فيه قوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف إنحاء البلاد لملاحقة وترضى عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد في محاولة للعودة إلى الحياة الطبيعية عادت منطقة جنشان النائية بمدينة شنغهاي الصينية فتح الأعمال التجارية وقال ذلك بعد إعلان المدينة الصينية القضاء على فيروس كورونا في جميع أنحاء شنغهاي ورغم تخفيف القيود المفروضة إلا أن المتاجر مازالت تعمل في ظل شروط صارمة كما يتم السماح لخمسين شخصا فقط بالدخول إلى السوق في وقت واحد ذكرت وزارة الصحة الطيوانية أن البلاد دخلت في مرحلة الانتشار المجتمعي الشامل لفيروس كورونا وفي بيان أوضحت الصحة الطيوانية أنها تتوقع أن يصل تفاشي المرض لذرواته في أواخر الشهر الجاري مضيفة أنها طلبت من الوكلات التابعة لها العمل عن كتب مع الحكومات المحلية للاستعداد لأي تغييرات في الوضع وأضافت أن تايوان في طريقها لتعايش مع الفيروس وستعمل الحكومة تدريجيا على تخفيف إجراءات الوقاية الصارمة أفادت وكالة الأنباء الكورية رسمية بأن كوريا الشمالية تكتب انتجها من الأدوية والإمدادات الطبية بما في ذلك المعاقمات ومقيص الحرارة حيث تكافح انتشارا غير مسبوك لفيروس كورونا وأضافت الوكالة نقلا عن بيانات من المقر الرئيسي للوقاية من الأوبئة أن ما يربع على 262 ألف شخص أبلغوا عن الإصابة بأعراض الحمى في حين تم الإبلاغ عن وفاة شخص واحد بالفيروس مرة أخرى يعود وباء كورونا ليتصدر اهتمامات العديد من دول العالم ففي الوقت الذي فتحت فيه الحدود وتم تخلص من الكمامات في العديد من الدول وعادت الحياة لطبيعتها إلى حد كبير حذر خبراء أمريكيون من تزايد حالات الإصابة مدير معهد الحساسية للأمراض المعدية الأمريكية أنتري فوتشي قال إن سلس الأمريكيين يعيشون في مجتمعات تشهد مستويات متزايدة من حالات الإصابة بكورونا حديث يتزامن مع إعلان واشنطن عن قلقها من تفشي كورونا في كوريا الشمالية تلك الدولة التي لطالما أعلنت خلوها من الوباء ورفضت كل عروض التضعيم التي عرضتها عليها عدة جهات على رأسها منظمة الصحة العالمية والصين إلا أنها وفي الأيام الأخيرة كسفت إنتاجها من الأدوية والإمدادات الطبية بما في ذلك المعقمات ومقيس الحرارة لتكافح الانتشار غير المسبوق للوباء وطبقا لبيانات المقر الرئيس للوقاية من الأوبئة فإن أكثر من 262 ألف آخرين أبلغوا عن الإصابة بأعراض الحمى فيما تؤفي شخص آخر في محصلة أخيرة ومنذ إعلانها المفاجئ عن أول تفشي لكورونا الأسبوع الماضي أبلغت كوريا الشمالية عن ظهور أعراض الحمى على ما يقرب من مليوني شخص بجانب وفاة 63 آخرين وهو ما تبعه من فرض للتدابير الصارمة لمكافحة الفيروس بما في ذلك الإغلاق على مستوى البلاد منظمة الصحة العالمية بدورها حذرت من عودة وشيكة للوباء ونصحت بالعودة للإجراءات الوقائية معلنة أنه من المبكر جدا القول بأن وباء كورونا قد رحل بلا عودة فيما خلصت لجنة شكلتها المنظمة لتقييم القدرة العالمية على مواجهة الأوبئة كان عليه عندما ظهر فيروس كورونا في عام 2019 لمكافحة وباء جديد أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن دراسة أصدرتها منظمتان غير حكوميتين بأن النزاعات والكوارث الطبيعية أكبرت ملايين الأشخاص على النزوع داخل بلدنهم عام 2021 وهو ما رفع العدد الإجمالي للنزحين إلى مستوى قياسي وقالت الدراسة أن عدد النزحين داخلياً بلغ أكثر من 59 مليون العام الماضي نصفهم تقريباً تقل أعمارهم عن 18 عاماً توقعت إدارة الكوارث وإدارة الأزمات في الهند استمرار الفيضانات خلال اليومين المقبلين وقد تسببت فيضانات الهند التي نتجت عن أمطار موسمية غذيرة بغرق أكثر من 1500 قرية وإكبار أكثر من نصف مليون شخص على الفرار من منازلهم في ولاية أسام حاملين معهم ما يمكنهم حمله تاركين منازلهم وراءهم فارين بعيداً عن الخطر وبحثاً عن مأوى لهم هذه هي مأساة مئات الآلاف من ولاية أسام الواقعة شمال شرقي الهند ممن تركوا منازلهم بعد أن دمرها الفيضان وزير الموارد المائية بالولاية الهندية أكد أن أكثر من 500 ألف شخص فروا من منازلهم هارباً من فيضانات عارمة نتجت عن أمطار غزيرة المسؤول الهندي أكد أن الوضع قد يزداد سوءاً مع توقع استمرار الفيضانات خلال اليومين المقبلين وتقرير الفيضانات اليومي الصادر عن هيئة إدارة الكوارث في ولاية أسام أفاد بأن أكثر من 39 ألف شخص اضطروا إلى البقاء في معسكرات الإغاسة بعد أن دمرت منازلهم وغمرت بالمياه كما أكد التقرير أن نهر براهما بوترا أحد أكبر الأنهار في العالم والذي يمتد إلى بنجلديش المجاورة فاض على ضفتيه على مدى الأيام الماضية في أسام وهو ما أغرق أكثر من 1500 قرية وبسبب الفيضانات أغلقت العديد من محطات السكك الحديدية إضافة إلى انهيار القسور وهو ما دفع الجيش الهندي للتدخل في تلك الأزمة من خلال طائرات هيلوكوبتر للمساعدة في جهود الإنقاذ في الشمال الشرقي من الهند نقشت كوريا الجنوبية واليابان تحركات بيونج يونج والقضايا الإقليمية والدولية خلال اجتماع افتراضي بين مسؤولين بالبلدين وفي السياق ذاته قال نائب كوري جنوبي نقلا عن معلومات من جهازي الاستخبارات إن كوريا الشمالية أنهت التحضيرات لإجراء تجربة نووية يبدو أن انتشار كورونا بشكل غير مسبوق لم يقنع كوريا الشمالية بأن تتنازل عن تجاربها النووية فمع اقتراب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدل لدولتين الحليفتين كوريا الجنوبية واليابان كاشفت تقارير من سول عن استعدادات تجريها كوريا الشمالية لإجراء تجربة نووية من دون أن تحدد موعدا زمنيا لهذه التجربة حيث تم إنجاز التحضيرات لإجراء تجربة نووية وهم ينتظرون فقط الوقت المناسب لتنفيذها وذلك بحسب تقارير كوريا جنوبية ويأتي هذا التصريح بعد أقل من 24 ساعة على تحزير أمريكي من قيام كوريا الشمالية باختبار نووي أو صاروخي أثناء جولة بايدل الشرق أسيوي المنتظر بدءها في العشرين وحتى الرابع والعشرين من مايو الجاري ويبدو أن تلك المعلومات لم تلقي بظلالها على المحادسات المرتقبة فقط وإنما تجاوزت لتؤثر على خط سير الرحلة المرتقبة فبعد اعتزام بايدل زيارة المنطقة الكورية منزوعة السلاح عاد البيت الأبيض وأعلن أن بايدل لن يزور المنطقة الكورية منزوعة السلاح خلال جولته الآسيوية مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بدوره قال إنهم مستعدون لكل الأحداث الطارئة المحتملة بما يتضمن إمكانية حدوث مثل هذه الاستفزازات أثناء وجود بايدل الذي يتمسك بسياسة إبقاء الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية مع كوريا الشمالية بينما يرفض الفكرة التي تفضلها الصين وروسيا وهي عرض تخفيف العقوبات عن بيونج يانج قبل أن تتخذ خطوات لتفكيك برنامج أسلحتها النووية أصيب شخص بإطلاقه نار وقع في مدرسة في مدينة بريمرهافن في شمال ألمانيا وقالت الشرطة الألمانية إنه تم توقيف المهاجم ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاقة فيما لا تزال تحقيقات الشرطة مستمرة للوقوف على ملابسات الحادثة فأفادت صحيفة ألمانية بأن مهاجما آخر مشتبها بمسلح تمكن من الهرب نظمت مدرية الصحة بدميات قافلة طبية في قرية جمص البلد بدميات ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وتتضمن القافلة عيادات متنقلة بكل تخصصات طبية ومعملان صيدلية لصرف الأدوية بالمجهنة وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة بارس كورونا قرية جمص الغرب جبنا فيها 16 عيادة تخصصية بتدعمنا بها وزارة الصحة تشمل جميع التخصصات الطبية المزارة دعمتنا بالعربيات والعيادات المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية داخل العربية زائد النهاية دعمتنا بالأطباء الاستشاريين والأخصائيين اللي بيكشفوا على المريض اللي بيكون الطبيب داخل العيادة بيوجه المريض إلى التحاليل أو بيوجهه إلى الأشعة أو بيوجهه إلى الصيدلية يصف العلاج أو بيوجهه للمستشفيات عشان يكمل علاجه أو يكمل فحوصاته وده بيبعى على نافة الدولة أهلا بكم من جديد احتفلت وزارة الصحة باليوم العالمي لطب الأسرة الذي يوافقها 19 مايو من كل عام بهدف تسليط الضوء على أهمية الرعاية الصحية الأولية التي تلبي أغلب الاحتياجات الصحية طوال العمر من خلال دعم مراحل الطفولة والمراهقة والبلوغ ووضع إرشادات غذائية سليمة كما يهدف الاحتفال إلى رصد عوامل الخطورة وتوفير اللقاحات ومحو الأمية بالإضافة للإدارة والمتابعة ووصف الأدوية والوقاية جاء الاحتفال بتعاون بين قطاع رعاية الصحية والتمريد التابع للوزارة ومنظمات الصحة العالمية فذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثل هيئات الأمم المتحدة طبيب الأسرة هو الركيز الأساسي للتغطية الصحية الشاملة إنه أول واحد بيقابل المريض فزي ما بنسميه هو حارس البوابة الرئيسية للخدمات الصحية في أي مجتمع وفي أي دولة فلو أسسنا الركيز الأساسي دي تأسيس جيد ده إن شاء الله حيساعدنا في التغطية الصحية الشاملة جودة التغطية الصحية وضمان استمرار الجودة إن شاء الله بحقيقة إحنا عندنا منظومة الرعاية الصحية الأولية بتقوم بشكل أساسي على تطبيب الأسرة وده أساس أي منظومة صحية هي منظومة الرعاية الصحية الأولية وده إحنا اللي إحنا بنشهل الاهتمام بيه دلوقتي في إطار التواجه العام لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل إحنا النهاردة هدفنا من اليوم إن نحن نستغرد كافة أوجه النشاط المتعلقة بنشاط طب الأسرة إيه الفرص وإيه التحديات اللي بتقابلوا وفي نفس الوقت في سلسلة من المحاضرات العلمية في متلف فروق طب الأسرة عشان رفع كفاءة طبيب الأسرة العنصر الأساسي الإنساني أو الريزورس الأساسية اللي موجودة في الرعاية الصحية الأولية دي هما البشر اللي هو طبيب الأسرة هو ده الحجر الأساس لقيام الرعاية الصحية الأولية من هنا كان اهتمام كل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بالاعتراف بجميل وبالدور الرائع اللي بيلعبه طبيب الأسرة اللي هو زي ما قلتلك الكورنرستون أو حجر الأساس إنها تقف على رجلها عشان الاكتشاف المبكر عشان العلاج أو الإحالة للحالات اللي هي بتبقى يدوبك 20% من الحالات لكن 80% من الحالات لابد من أن يبقى في قدرة على علاجها في الرعاية الصحية الأولية والآن مشاهدينا ما أهم أنباء المال والأعمال ورغدة أبو ليل أهلا بكرة شكرا لكم إيمان منصور وصحر ناجي إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالم ينار أهلا بكم قررت لجنة السياسة النقطية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11.25% و 12.25% و 11.75% على التوالي كما تم رفع سعر الخصم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11.75% يأتي قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2% في إطار توجه للسيطرة على معدل التضخم أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على صادرات مصر غير البترولية وقد شهدت تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من 2022 تسجل 9.2 مليارات دولار بنسبة زيادة بلغات 20% وأضاف المركز أن الارتفاع في حجم الصادرات جاء مدفوعا بنمو ونمو حجم الصادرات لـ 11 قطعا تصديريا وأضمت تلك القطاعات كل من الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والمنتجات الكيموية والأسمدة والصناعات الطبية بالإضافة إلى قطاع السلع الهندسية والإلكترونية أكد وزير البترول طارق الملة أن قطاع البترول يكثف جهوده خاصة مع قرب استضافة مصر ورئيساتها لقمة المناخ العالمية كاب 27 لوضع المبادرات والمشروعات الداعمة لخفض الانبعاثات موضع التطبيق بالتعاون مع شراكاء قطاع البترول من الشركات العالمية صاحبة التقنيات الرائدة والحلول المتطورة جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع وفد من شركة بيكر هوز الأمريكية لبحث مجالات التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة الأمريكية في إقامة مشروعات لخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بصناعة البترول والغاز في إطار سياسة قطاع البترول لتحقيق الاستدامة طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة بإقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التصويق المملوكة للدولة بدلا من حكومة الإقليم في محاولة جديدة للسيطرة على الإرادات النفطية من الإقليم وتبدأ وزارة النفط العراقية تنفيذ حكم المحكمة للتحادية الصادر بفبراير الماضي والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز بإقليم كردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم نهاية الأخبار الاقتصادية عودة من جديد إلى صحر وإيمان إليكم شكرا لك وبالأخبار الاقتصادية انتهت نشرة السادسة ولكن يتبقى التذكير بالعنوين اليوم مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 الداخلية تعلن إحباط هجوم إرهابية على كمين بشمال سيناء عقب مباحثات مع الجانبين الفنلدي والسويدي بايدن يدعو متوسع النيتو شرقا ويؤكد دفاع عن كامل أراضيها ختم نشرة السادسة تتكوم من تلفزيون المصري شكرا لكم وإلى لقاء اشتركوا في القناة شكرا لكم على الأمور